وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعض فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إخواني الأعزاء أولاً نرحب بضيوفنا الكرام ونرحبهم من أعماق قلوبنا حيث شاركوا معنا في رحاب جامعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مدينة بشاور وثانياً أشكر إخواني الذين قاموا بهذا الحفل الكريم المبارك بمناسبة اللغة العربية وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية إخواني الكرام ويكفي شرفاً للغة العربية أنها لغة القرآن الكريم ويكفي وهذا فخر لنا وللأمة الإسلامية أنها أن اللغة العربية لغة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ولد في مكة في المملكة العربية السعودية حرسها الله إخواني الكرام ويكفي باللغة العربية شرفاً أنها لغة أهل الجنة وهذا ليس بكاف بل لغة العربية لغة السنة النبوية لغة المئات الآلاف الحديث الحديث المباركة اللغة العربية لغة الإسلام لغة الإيمان قال سلفنا الصالح رحمهم الله إن تعلم اللغة العربية من الواجبات علينا لأنها لغة ديننا فإذا لم نعلم باللغة العربية ولا نعلم أسرارها فكيف نعلم بديننا فكيف نفهم بقرآننا فكيف نفهم بأحاديث رسولنا عليه السلوات والتسليمات إخواني اللغة العربية أمر سلفنا الصالح وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بتعليم وتعلمه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائذ الفرائذ بمعنى علم الميراث إخواني الأعزاء وأتوجه كلمتي خاصة إلى إخواني الذين يدرسون ويتعلمون في المدارس الإسلامية عليكم أن تتعلموا اللغة العربية اليوم في الدنيا أكثر من ثلاثمائة مليون نسمة وإنسانا الحمد لله والحمد لله يتكلمون باللغة العربية اللغة العربية ليست لغة ساقطة بل للغة العربية والحمد لله للغة العربية القوة في الميادين العسكرية والميادين السلطانية للغة العربية اليوم الحمد لله أوتان وملك وأتباء وخبراء وعلماء فعلينا أن نتعلم اللغة العربية ولا نتكاسل في هذه اللغة إخواني الكرام قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعلم اللغة تعلم اللغة العربية ترق القلوب فاليوم ننزر أن العرب أرقى الناس قلوبا ألم تسمعوا قراءتهم قراءتهم لكتاب الله وتلاوتهم يقرؤون كتاب الله ويبكون يقرؤون آيات الله ويبكون لأن اللغة العربية والتكلم بها ترق القلوب يلين القلوب يزيل عن القلوب القسوة فإخواني الكرام في هذا اليوم العظيم بمناسبة اليوم العالمية للغة العربية أصيكم نفسي وإياكم بتعلم اللغة العربية لأنها لغة ديننا ولأنها لغة القرآن ولأنها لغة نبينا عليه الصلاة والسلام وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكرا لكم على حسن استماعكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر